خضار و فواكه صدق جاي اخذلي فواكه وش نسوي الحين عشان نسوي لنا حلة بنوع فواكه مو بنوع واحد ولا اثنين شوفوا شوفوا اباخذلي من الفواكه ذي كلها ابشكل وبعدها نقول بسم الله ونسوي حلة جميل السلام ناخذنا اول شي هذي ناخذ علبتين ناخذ هذا بعد اللي هو بلاك بيري السلام ناخذ بعد من الزبيب هذا اللي هو زبيب الزبيب فواكه شايفين ما شاء الله كم انت سوي ايتي سيكس ايتي سيكس ريال كانت اكثر بعد كانت بستمية شوي خلاص دورنيو هذا بعد الخصم صح هذا بعد الخصم هلا والله سهلا كيف حالكم سوفوا كحبة الفراولة الجميلة الفواكه الجميلة صراحة طبعا انتم معرفين الفواكه سعرها غالية ما فيها كلام الفواكه سعرها مرة غالية وخاصة المستوردة بدنا اليوم نشكل الفواكه هذه الجميلة ونسوي فيها شي يعني حالة جميل بسيط وحن نحبه اتكلم عندي شخصين انا احب الفواكه واحب الحلويات نسويهم بالفواكه ليش؟ لانه صيف ودائما في الصيف افضل شي تسوي حلويات بالفواكه تصير مليانة موية لان الجسم يحتاج موية في الصيف فانت تحتاج تسوي حلويات بالفواكه ترى هذا هو الهدف الحلويات مو بس شوكولت لا دائما نحاول نختار الشي اللي ينفعنا وينفعنا في صحتنا فبنصلح حلويات بالفواكه ان شاء الله واو ما شاء الله اول شيء ببدأ فيه عند البيض هذا اول خطوة بعدها لطول عندي السكر اللي هو سكر البني يعني ما احتشر انتظر عادي يرميها كل مرة واحدة لان اللي بصلح الحين بصلح التارت التارت هذي اللي نصلحها بالسكر البني طعمها مو طبيعي هذا اللي هو ألموند باودر بالسكر للناس اللي عندهم مشكلة دائما في المعيدة مع اكل اي شيء اي شيء اي شيء اللي هو دقيق اللي هو دقيق اللوز مع السكر البني طعم جباط طبعا ما عليش انا توقيت ايكم تارت قاعد صليح التارت لا انا قاعد صليح الالموند باودر الالموند باودر الالموند باودر الآن نزع عليه الزبدة آخر شيء الزبدة بعدين خلصت يا الله هذا الفانيلا ريحته مو طبيعيا وطعمه لذيذ مو طبيعي صراحة ما شاء الله تبارك الله طبعا هنا قصيت عندي حبتين هذي برضو قصيتها خلينا اخذ منها الفانيلا نفس الطريقة كده من نزل تقريبا كده هذي جاهزة شايفين الكريمة الحين جاهزة الحين بنبدأ بالخطوة الثانية بعد الكريمة الطبقة هذي الآن اللي اعتويها هذي اللي هي القاعدة الصابلي اللي هي التارت نزلنا الزبدة نزل حين سكر باودر على شوي شوي لين الجانس مع الزبدة ننزل البيض البيض وبعدها على طول الالموند الالموند باودر كلهم مع بعض في النهاية ابدأ نزل الدقيق بس كده عندي شوفوا الجميلة جاهزة كده اغلبها و خليها ترتاح نص ساعة 40 دقيقة بس بقولكم شي وهذا الشي هو لهم اذا خليتها ترتاح هذه 40 دقيقة بفردها وبحطها على القالب عشان تطلع كأنها سلة نقول بسم الله او كأنها ترت يعني بنسوي اللي هو الرازبري هذا اللي هو السوس تبعه بسم الله شايفين كده خليه عشان يذوب وبنفس الوقت بنضيف معه الله من سلتنا شايفين كده توقع يكفي كده شوفوا كيف طالع كده بعد نضيف عليها السكر المكتين كلهم ميكس مع بعض لين يثقر شوي يا السلام شوف كيف طالع شوفوا شو رحيم مرة ثانية شايفين هذا اللي هو الكرز شايفين الكرز مثلج نزله كده نذوبه الحين بعدين نفس الطريقة اللي تو نزل عليه نزل عليه السكر ومعه بكتين هنا عندي الكرز شايفين سلام شايفين شايفين اللون طالع جميل صراحة حبات الكرز خلاص شايفين خلاص كده بعدين نعطيها بعدين نعطيها ميكس خفيف بس الحين بسوي البلاك بيري ميكس طبعا مع الرزبري شايفين ميكسة الحين مع بعض كلهم ونفس الطريقة اللي سويتها قبل شوي خلي هو شيء يذوب نفس الطريقة هذا ماسك شوي بارد طبعين نذوبها الحين عشان اقدر احط معه السكر والبكتين كلهم مع بعض كلهم مع بعض شايفين اول ما اضيفهم كلهم على بعض يبدأ جانس ابدأ ننزل البلاك بيري معه كلهم مع بعض عندي السكر البني شايفين كده فوقها طبعا هذا اللي هو التارت اللي سوتها معكم شايفين بعد الماقصناها حطناها كده بالطريقة هذه نكمل على السلامة نفس الشي هنا بالسكر البني نحن نقول بسم الله بعد ما طلعتها من الفرن نحط فيها اللي هو المتصوص بالطريقة هذه شايفين بعدين على طول هقول بسم الله هنزل بلاك بيري تحط طبعا الشي اللي انت تبغى تسويه شايفين تضغط شوي خلص بعدين على طول مرة ثانية الحين بالفرن طبعا ابدأ اكمل نفس الشي كده عندي الحين بلاك بيري والسلام هبا هنا عندي الفراولة كده يكفيها الناخة من هذه اللي هي طبعا اسمها الزبيب كده خلاص تقريبا يكفي هاي الله اخر احدا كده خلاص كافي الحين كلهم على الفرن كلهم ناخذهم على الفرن شوفوا كيف شكلها ما شاء الله تبارك الله خلاص كده ونقول بسم الله ونكمل على نفس الشي شايفين نفس الطريقة ما شاء الله ما نكثر طبعا حاط مساحة هنا شوي فاضية لاني بقى اضبطها ويقولوا خلني اضبطها كده خلاص كده كافي نحين بمتع عليهم كلهم واحدة واحدة نفس الطريقة شايفين كل تارت احط عليها نوع الفاكهة حقها شايفين خلاص كده الحين ابدى حط اللي هو النكهة حقتنا الحين نبغاها باس كده باس كده يكفي شايفين هذي النكهة حقتنا الحين نبغاها طبعا ميكس بين الفراولة والتوت نفس الشي هذي نفس الشي هذي سمعوا اسمعوا اسمعوا سمعتوا هذا ايش يقول لي هو التارت نقول بسم الله ايوه ماصلا الله خاص حسناها شوي لا اجب تنحاس الحين شايفين شايفين شاي مرتب شاي جميل يا الله ما عليش ما اقدر اكلها كاملة فعشان كده بقصها شوي الحين اصغرها شوي عشان اقدر اكلها بصراحة بصراحة شايفين أقدر اجب it مش مشفق و Effective مositionة ربعين المسل متوقع wors cen وامت وامت كشيك كشيك مم